السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا اسمي الدكتور سليمان أحمد الحراني أنا استشهاري أمراض وجراحة وتجميل الثدي وجراحة الغدد الصماء تخرجت في العام 1998 من كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا ثم التحقت برنامج تدريبي بالمملكة المتحدة حيث قضيت في المملكة المتحدة 12 عاما حيث تدربت في البداية في الجراحة العامة وحصلت على زمالة كلية الجراحين البريطانية ثم كان تخصصي في آخر 6 سنوات في أمراض وجراحة وتجميل الثدي وجراحة الغدد الصماء ثم عدت إلى الأردن لفترة وجيزة عملت كأستاذ جامعي في كلية الطب ثم منذ 6 سنوات أنا أعمل في عيادتي الخاصة مركز الدكتور سليمان الحوراني لأمراض وجراحة وتجميل الثدي وجراحة الغدد الصماء كما هو واضح من اسم المركز نحن نهتم بكل ما يتعلق بالثدي وبجراحة الغدد الصماء لدينا برنامج للكشف المبكر عن سلطان الثدي لعلاج أورام الثدي سواء كانت الأورام الحميدة أو الخبيثة كذلك نهتم بجانب ترميم الثدي بعد الجراحة سواء ترميم باستخدام المواد السليكون الصناعية أو الترميم باستخدام الأنسجة الذاتية كما أنه لدينا اهتمام كبير بالجانب التجميلي للثدي من عمليات تكبير الثدي عمليات تصغير الثدي عمليات شد ورفع الثدي عمليات تصحيح الحلماء الغائرة وغيرها الكثير مما يتعلق بأمراض الثدي كما يتوفر في مركزنا إجراء الألتراساوند والخزعات بجميع أنواعها للثدي أما بالنسبة لجراحة الغدد الصمافة نحن نهتم بأمراض وجراحة الغدد درقية والجار درقية بالإضافة للغدد اللعابية مثل غده النكافية وأغلب جراحات منطقة العنق ألف تحية ونتمنى لكم جميعا الصحة والسلامة دائما ترجمة نانسي قنقر